عليكم هكلم حاكوا دلوقتي عن جزئية اضطرابات الغدى الدرقية طبعا مشاكل الغدى الدرقية ممكن تبقى عبارة عن تضخم في الغدى وتضخم ده ممكن يبقى التهاب او ممكن يبقى اورهام لقدر الله وممكن تبقى اضطرابات وظيفية الاشهر هو الاضطرابات الوظيفية اين نشاط الغدى يزيد او نشاط الغدى يقل طيب انت هل يترى تقدر من خلال الاعراض تتوقع ان عندك مشكلة في الغدى هل يترى النشاط زايد ولا قليل ويترى ايه هي التحاليل البسيطة اللي ممكن نعملها علشان نتطمن بسرعة طبعا الحل الامسل لو انت شاكك في حاجة انك تتجه للطبع المتخصص ده مفيش في كلام ولكن لو حاجة بسيطة كده وعايزين نتطمن ممكن ان احنا نعمل بعض التحاليل البسيطة مفيش فيها مشكلة بص يا سيدي الغدى الدرقية لما تضطرب بتعمل مشاكل في الجهاز العصبي عند الانسان بتعمل مشاكل في الوزن وحالة الطاقة في الجسم بتعمل مشاكل في الجهاز الهضمي في الجهاز التنفسي في القلب تقريبا مفيش عندنا جهاز في جسمنا لا يسلم من مشاكل الغدى الدرقية الشخص اللي عنده زيادة في نشاط الغدى الدرقية بيبقى عنده اضطربات في كل هذه الاجهزة فتلاقي عنده توتر وعنده عصبية وعنده ارق ده بالنسبة للجهاز العصبي وعنده ضربات قلب سريعة وبيتعب بسرعة وبيرهق بسرعة ده بالنسبة للجهاز الدوري ممكن يبقى عنده اطرابات في التنفس عنده اطرابات في الجهاز الهضم تلاقي عنده دايما مشاكل وعنده ميل للإسهال المستمر عنده شهية زايدة وبالرغم انه هو بيأكل كتير لانه وزنه بيخس ودي حاجة من حاجات المهمة اولا اخد بالنا منها هتلاقي واحد بيأكل كتير وبيخس دي من العالمات المهمة جدا في الغدة الدرقية وزيادة نشاطها وبشكل عام تلاقي الشخص ده وتلاقي يتحمل الجو الحار وبيميل دايما للأجواء البرد في المقابل الشخص اللي عنده نقص في نشاط الغدة الدرقية هتلاقي دايما وزنه بيميل للزيادة وبرغم انه هو بيأكل قليل يعني الشهية قليلة وبيزيد الشهية قليلة وبيزيد فطبعا ده بتبقى حاجة غريبة شوية ودايما عنده حالة من الخمول والكسل وضعف التركيز والاستعاب ده بالنسبة للجهاز العصبي وبالنسبة للجهاز الدوري بتاعه بيبقى دايما عنده بطء في ضربات القلب بيبقى عنده هبوط في الدورة الدموية وعنده حالة من الضغط المنخفض في معظم الاوقات وبالنسبة لجهازه الهضم ممكن تلاقي عنده دايما امساك حتى ان احنا حالات الامساك المستعص يا جماعة بنضع وار كده وراها ممكن نلاقيه ان وراها مشكلة في الغدة الدرقية زي ما قلنا ما فيش جهاز بيسلم من اعراض الغدة الدرقية اذا حصل فيها اطراب فيا اه يا طرى الواحد فينا لو شك ان عنده مشكلة في الغدة الدرقية ممكن يعمل ايه طبعا اسهل حاجة انك تعمل فحص وتحاليل على ايه يا جماعة بنعمل تحليل اسمه TSH بنعمله في المعمل ده يقولك ان فيه اطراب في الغدة الدرقية ولا لا لكن علشان تتأكد لازم تلجأ للطالب متخصص لان العملية مش على قد تحليل لا فيه جوانب تانية زي الاشعاعات مش معنى انا باكد هنا يا جماعة باكد مليون مرة ان مش معنى ان تحليك مزبوطة انك مبيش عندك مشكلة مش معنى ان تحليل غدة الدرقية سليم ان ما عندكش مشكلة في الغدة الدرقية لا ده لازم يتعمل اشعاعات لازم الدكتور يفحصنا ولازم يفحص الغدة ولازم يفحص الجسم بشكل عام ودائما بتمنى حياكم الصحة والسلامة وبشكركم والى اللقاء الجديد ان شاء الله